اهلا بكم النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي تعمل تصميم سوشيال ميديا لاي مجال على كانفا وده هيكون طبعا يعني وسيلة من الوسائل اللي ممكن تشتغل بها اونلاين مع ناس كتير جدا بتبقى محتاجة حد متخصص في تصميم اعلانات السوشيال ميديا السريعة وطبعا التصميمات السوشيال ميديا بنسبة كبيرة بتكون هي التصميمات المربعة اللي هي واحد الى واحد والتصميمات ديت بتكون على الفيسبوك او على الانستجرام او على اي منصة من مرسات السوشيال ميديا وطبعا هنركز هنا على التصميمات اللي هدفها المبيعات وبالتالي في مجال تخصصنا وهو التسويق الالكتروني محتاجين ان التصميم يكون فيه بعض المعايير الاساسية والمعايير دي ممكن الناس كتير بتغفل عنها اثناء اختيارها للتصميم وانا في اكتر من شرح وفي اكتر من حلقة اتكلمت عن اهم قواعد التصميمات على السوشيال ميديا وحتلاقي ده موجود فيه كورس اعلانات الفيسبوك اتكلمت فيه عن ازاي تختار التصميم بتاعك على السوشيال ميديا والمقاسات المزبوطة اللي انت محتاج انك تعمل التصميم بيها وكمان ده حيفيدك جدا 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 في اعلانك انك تزود الكولتو اكشن فده اللي احنا هنعرفه النهاردة وهنعرف ازاي ان احنا كمان نجيب افكار للتصميمات بتاعتنا لو انت ما عندكش اي افكار كرياتيف تخليك تعمل التصميم بتاعك فقبل ما نكمل يعني استسمحك ان انت تعمل لايك فده حيفرق معي كتير جدا وحيساعدني ويعتبر دعم قوي جدا للقناة طبعا احنا بنستخدم كامفا كامفا من اقوى واسهل المنصات للتصميم فيه طبعا بدائل كتير لكامفا بدأت تظهر الفترة الاخيرة ولكن هو ما زال يعتبر من الاساسيات في اي مجال شغال وكمان فيه شركات كتير بدأت تعتمد على كامفا لانه اسهل بكتير من استخدام الفتوشوب لان الفتوشوب يعتبر حاجة احترافية جدا يعني يعني اللي بيستخدم الفتوشوب في اعلاناته او في تصميماته ويبقى عايز حاجة احترافية جدا صعب جدا انك تعملها على منصة زي كامفا ولكن احنا هنستخدم كامفا لان احنا عادينا تعمل تصميم سهل وبسيط وباقل تكلفة ممكنة عشان تقدر تشتغل وتعمل كميات كبيرة في اقل وقت ممكن للعملاء بتوعك وطبعا دي يعني تعتبر شغلانة في حد ذاتها مصمم سوشيال ميديا فقط يعني او بتعملش حاجة غير تصميمات سوشيال ميديا للمنتجات بتاخد صورة المنتج وتبدأ ان انت تشتغل عليها طب انت ازاي تجيب افكار للتصميمات بتاعتك علشان تجيب افكار للتصميمات بتاعتك هتدخل على حاجة اسمها فيسبوك ادز لايبيراري هتبحث على جوجل عن اد لايبيراري او فيسبوك ادز لايبيراري هسيب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو وهتدخل على اد لايبيراري معناها مكتبة اعلانات الفيسبوك فانت دلوقتي داخل في مجال جديد مثلا ودي اول مرة تعمل تصميم سوشيال ميديا وعاوز تعرف المجال ده الناس بتعلن عنه ازاي وعايت تشوف افكار لابداع بتاعك انت عايت تطلق العنان لدمغك بس مش عارف تبدأ منين فانت تقدر من خلال الاداء المجانية تماما دية انك تدخل هنا وتختار من الفيال الاعلانية هنا تختار كل الاعلانات بعد كده تعمل بحث عن المجال بتاعك ولياكم مثلا انت عايز تبحث عن منتج ولياكم مثلا خلاط احنا هنشتغل مثلا على خلاط فهتكتب هنا خلاط وتكتب enter هيبدأ انه يجيب لك كل الاعلانات الموجودة في بلدك في مصر بتبيع او مكتوب في الاعلان بتاعها كلمة خلاط وهنا بقى هتلاقي كل الناس شغالة معاك عاملين اعلانات ومن ضمن الاعلان مكتوب كلمة ايه هتلاقي هنا اكتب لك مش عارف ايه تقدر تستخدمه اعلان فيديو طبعا اعلانات الفيديو مهمة جدا وده هيكون في مقطع غاين ان شاء الله هنتكلم ازاي تعمل اعلان فيديو تصميم اعلان فيديو على كنفا فهنا هتلاقي بص تصميمات كتير جدا هذا تصميم مثلا لاعلان دوار لو بتسحب لمين وشمال بي زي ما انت شايف في كزا صورة للخلاطات وكل صورة محطوط تحتها التصميم بتاعها وانا شايف ان معظم التصميمات اللي موجودة يعني عبارة عن صورة بيضة وفيها كلمتين وده مش حاجة كويسة ده تصميم يعني تعبان جدا الصراحة مع انه موجود هنا ايه مكتوب عروض جميع فهو بيروج لسينينك افليت هنا هنا كاتب السعر الخلاط مية ده ده خلاطة هو بس التصميم بصوا يا جماعة يعني تصميم صعب جدا جدا هنا التصميم على ترابيزة بيضة وحطت الخلاط بكل مكوناته وفيه زي شيف وايه فورا لان هو اصلا بيروج لنفسه سوق الشيف حسين وكتب الخلاط اللي هو كاتبه فتبدأ ان انت تدور بقى على يعني افضل تصميم ليلفت نظرك والتصميم اللي يلفت نظرك يبقى هو ده اللي انت تبدأ تاخد منه الافكار بتاعتك وعلى فكرة برضو الادل يبير دي دي تساعدك في انك تختار الكلام اللي مكتوب هنا هو تللي هو الكرياتي بتاعك او الكوبي رايتنج بتاعك بحيث ان انت تختار الكلام المقدمة تاعت الكلام وتشوف افضل حاجة تلفت نظرك يعني هنا برضو ايه التصميم ده حلو جدا خلفية مميزة وتحت ترابيزة بيضة كده وعليها ضل حاجة برضو شيك اوي هنا حاطت بس الخلاط مع كلمة كده علي هنا السعر مكتوب بطريقة جميلة الاسم نفسه مكتوب هنا برضو كويس جدا بس برضو نقص شوية حاجات وهي مش موجود في التصميم وده مهم جدا التصميم ده بقى يعني ده في كل حاجة يعني تعالوا نفتحوه كده زي ما انتشايفين كده جيبلك هنا لايه الاعلان بعد ما دخلت كزا مرة على اظهر الاعلان ادي التصميم بتاعنا او المنتج بتاعنا بيبقى موجود هنا هو هو هنا حاطت المنتج وكاتب السعر مفاجأة مش كاتب السعر عشان يبقى ده العمل التشويقي عشان الناس تخش تسأل السعر كام وكاتب هنا اطلب الان وطبعا دي من الحاجات المهمة جدا في الاعلان ان هو يكون في يكون مكتوب هنا كلمة اطلب الان ارسل رسالة رسلنا اتصل الان احجز الان لازم يكون في الاعلان بتاعك الزرارة ده يكون مكتوب في التصميم نفسه ويكون برضه مكتوب في النص التسويقي نفسه ولازم يكون مكتوب حاجات تكون مطلوبة في المنتج بتاعك انت كاتب اسم المنتج كاتب هنا عرض خاص لمدة محدودة لازم يكون في حاجة مغرية تخلي العميل يقف ما يكملش حاجة مميزة هنا انه هو سبعة تلاف واط الماني ومعه مطحنة فيعني التصميم بسيط جدا ويركز على المميزات فدي حاجة كويسة جدا جدا هو ما يكونش فيه كلام كتير ومركز على المميزات تاك 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 خلص اللي ايه التصميم بتاعنا وده اعتقد هيجيب نتيجة كويسة برضه مع المعلن لو استخدمه مع استهداف كويس طب جينا احنا اخدنا الافكار بتاعاتنا من هنا كمان تقدر بقى ترجع كمان تخش على كانفا اطار تصميمات السوشيال ميديا بعد كده تركز بقى في الحجم بتاع الاعلان فدي برضه حاجة مهمة جدا حجم الاعلان بتاعك او مقاسات الاعلان بتاعك لازم يكون مناسب لمناصة اللي انت تستخدمه عليه فانت لو هتعمل ترويج للاعلان وبرضه انت قد تسأل هل الاعلان ده انت هتستخدمه على الفيسبوك فهتقوم ماخد منشور فيسبوك ودي مقاساته سبعمائة تمانية وتمانين في تسعمائة واربعين لو انت هتعمله على الانستجرام هيبقى مربع وطبعا لو عايز بقى تريح دماغك خالص خلي كل تصميماتك مربع عشان تريح الجمجوم فاحنا هنعمل تصميم منشور انستجرام مربع هيظهر معنا هنا التصميم فادي تماما مفوش اي حاجة طبعا على اليمين هنا هتلاقي يعني تصميمات كتير جدا تقدر تستخدمها ابيض تماما تقدر تخلي الخلفية بتاعتك اي لون احنا هنختار مثلا اللون الاحمر وتقدر في العناصر هنا انك تدخل تدور عن مربع او مستطيل احنا محتاجين مستطيل فهتلاقي هنا بقى اشكال مستطيلات كتير تختار مثلا مستطيل وتكتب جنبه اطار هيجب لك الاشكال اللي انت شايفها دي تقدر تاخد الشكل ده وتحطه هنا وده يبقى هو زرار او الدعوة الى اتخاذ اجراء فاكاية تدخل عند كلمة اللي هي فين نص اكاية تختار اضافة مربع نص تكتب هنا اطلب الان تاخدها كده تحطها تحت نحن خط يكون سميك شوية نختار خط ده اللي هو منستار كلاسيك ده حلو خلي بقول لا مش حلو ده نحتاجين خط تاني يكون سميك وما يكونش الخط عليه يعني كعبلة كتير نحن خط يكون حلو ده ده كويس ماشي نكبره شوية كده انت عملت الزرار بتاعك اللي هو اطلب الان دي اول حاجة احنا محتاجين نعمله الحاجة التانية محتاجين المنتج نفسه فالمنتج ده ممكن نجيبه مثلا من سرش على جوجل تجيب الصورة بتاعتك لو انت معاك الصورة الموجودة اوكي تمام مش معاك بتدخل تدور على جوجل على صورة للمنتج اللي انت عايز ترواجله وبتختار كوبي للصورة بتاعتك او بتنزلها على الجهاز وتيجي عند كامفا هنا وتقوم عامل كنترول في وعلى طول ما ينزللك الصورة الصورة دي انت ممكن تعمل فيها تعديل انك تشيل الخلفية البيضة دي ودي موضوع سهل جدا على كامفا لو انت مشترك في كامفا برو بتختار الزلث الخلفية تقدر بقى تاخد الصورة دي تخليها مثلا على جنب هنا انا ممكن نخليها هنا على جنب عايزين بقى ان نزوقها شوية ممكن تدخل في التعديل تختار كلمة الظلال وتعمل الظل خفي محس يبقى فيه ضل وراها كده تبقى برزة شوية ما تبقاش يعني فلات كده على الصورة ممكن تزود الكسافة ممكن تقللها ولكن تخليها زي ما هي أفضل فعكا ندخل بقى نعمل حاجة تانية لو لقيت الصورة عملت معاك الشكل ده فده بنسبة كبيرة بيكون مشكلة في المنصة نفسها او المتصفح نفسه انه هو ما بيدلكش الصورة النهائية فانت لو عملت كده كوبي من التصميم هيظهر معاك بالشكل الطبيعي فانا لما بتحصل معايا بقى معامل دليت كده وده اشغال عادي على النسخة التانية هنا محتاجين نحطها على مثلا شكل بيضاوي فهندور هنا هنكتب شكل بيضاوي ابيض مثلا بتكتب اسم الشكل اللي انت عايزه بكل سهولة بيظهر معاك اشكال كتير ناخد الشكل ده مثلا نعمله روتيت كده تسعين درجة ننزل تحت هنحس ان دوت يعني كبير شوية اللي جنبه ده احسن ارفض وي اي ده او ده كويس ده في الخلفية طبقة نختار ارسال الى الخلف فلاقي كده بقى ايه بقى ورق بس كده ايه طب لو ما لقيتش ليه اه تعرف تعمله ضل بتبدأ انت تاخد الشكل ده طار كوبي تاخد كوبي من الشكل نفسه وتقوم حطه تحتيه كده وتقوم بعته في الخلفية ارسال الى الخلف اكيد تدخل عند اللون وتخليه باللون الاسود وتقوم داخل عند الشفافية وتخليه مثلا سبعين في المائة كده اصبح معاك يعني كأنه ترابيز ممكن تقوم معلمهم الاتنين مع بعض كده بحيث تجمعهم في جروب واحد تيجي تحركوا المين او الشمال بيتحرك معاك ده كده الخلاط بتاعنا وموجود على ترابيزة زغننة بحيث ان انت تنساها كده بحيث ان انت تبقى تبقى كأنها ترابيزة ممكن تاخد بقى الشكل كله على بعضه وتكبره بالحجم اللي انت عايزه طب ناقص ايه كده كمان ناقص انك تكتب بعض المميزات هنحتاج مثلا ان نحط اللوجو بتاع البراند بتاعنا فهندفل مسلا عن العلامة اللي انت يعني اللوجو اللي انت عايزه وليكن مسلا اللوجو ده اللوجو بتاعي يعني انا نصموه بنفسي برضه فهندفل ونحطه اه هنا مسلا كويس هنا مساحة دي كويسة على الشمال هتاخد بقى اللوجو هنا معاك اللوجو هنا تقوم داخل عن كلمة تعديل الصورة تضيف له ظل خفي كده بقى يعني شيك جدا على جنب كده ممكن تزود الكسافة بحيس النوع يبقى ايه ظاهر بس كده شكرا عملنا اللوجو هكذا نضيفه نص هنا على اللي مين نحطه فيه الكلام اللي احنا يعني مميزات المنتج اللي انت عايز تشتغل عليه فانت حتشوف ايه هي مميزات المنتج ممكن ترجع للأز وتختار مميزات المنتج وتعرفها فاحنا المنتج ده الميزة اللي فيه يعني احنا مش هنحط كلام كتير لان احنا ان شرحت قبل كده في كورس علانة فيسبوك ان نسبة الكلام في الاعلان بتاعك لازم تكون ما تتجاوزش الى 20-25% من حجم او مقاس التصميم بتاعك فطبعا دي حاجة مهمة الناس كتير بتقع فيها وده بيزود عليهم تكلفة الاعلان وبيقلل نسبة ودي انا انا شرحتها في الحلقة اللي تكلمت فيها عن مصطلحات التسويق الالكتروني وشرحت اكتر من مصطلح طبعا ممكن ترجع لها هسابها لك في وصف الفيديو فهنا طبعا هنضيفه مثلا اسم الخلاط هنسميه مثلا خلاط الماني ونكبر الخط شوية حاول انك تلتزم بالمقاسات اللي موجودة هنا يعني مثلا دا لو ملقيتها مش قريبة شوية نصغر دي شوية انا حاس ان الخلاط محتاج الفراغ بتاعه يبقى الناحى التانية يعني الفراغ اللي هنا ده محتاجه ان هو يبقى موجود هنا فهنعمل انعكاس افقي انا طبعا بعمل الكلام ده قدامكم بشكل عملي عشان خاطر تستفيد وتبدأ يعني تخش في المجال هو مشروع مربح جدا انك تتضرب عليه وانا شايف ان الخط هنا محتاج انه يبقى ابيض هيبقى الشيك اه صح كده الابيض احلى كوبي من دياب برضه تقوم داخل هنا تكتب الميزة بتاعت الخلاط انه هو مثلا سبعة تلاف واط اه اعتقد واط بتكتب بالشكل ده ممكن ايه نخلي كلمة سبعة تلاف او الرقم نفسه يبقى بلون مختلف ممكن ناخد نفس اللون بتاع اللوجو يبقى كده لأ مش جاية معنا ممكن اه لو يبقى فاتح شوية حلو الاصفر كويس سبعة تلاف واط بعد كده احنا عايزين بقى نضيفه هنا ان فيه خصم خمسين في المية فطبعا ده احنا ممكن ايه نصغره شوية نخش في كده ايه نعمله قدير خلوة قوي كده شكله حلو فممكن تدخل عند العناصر هنا وتكتب خصم خمسين في المية هيظهر لك طبعا تصاميم جرافيك اه مميزة جدا لكلمة ايه خصم فاحنا لو الخلفية بتاعتنا هتبقى لونها احمر كده ممكن نجيب مثلا اه كلمة باللون الاصفر ولياكم مثلا دي ونصغرها طبعا هنا كده ايه بحيث تبقى بالتوازي وتاخد حجم كبير بحيث تبقى يعني مميزة وهي كمان ممكن ان ان انت تكتب اه شحن مجاني شحن مجاني اه جميلة دي ودي برضو كويسة يعني دي برضو مخليق بنعملها هنا كده خليها هنا خلط الماني نخلقها كده من الحياة ديها تبقى كويسة ريشبينج طبعا انت بتكتب شحن مجاني وبتحط الكلام بتاعك عادي يعني بالشكل اللي انت عايزة يعني يعني خصم خمسين في المية وشحن مجاني فطبعا كده بيظهر معاك التصميم بشكل اه شيك جدا اه تقدر برضو يعني تعمل تغييرات كتير وتضيف صور يعني هنا ممكن تضيف صورة مثلا ايه سلة الشراء المعروفة في اي ماركت اونلاين يعني ديات معروفة جدا ممكن تضفها هنا بكلمة اطلب الان هتديك شكل يعني حلو شوية اه ممكن هنا عند كلمة اطلب الان تضيف علامة تكتب اللي هي العلامة الزرار دي برضو هتبقى كويسة جدا لو حطيتها هنا كده بحيث انك كأنك بتحس المستخدم ان هو يعني يلا ابدأ اشتري يلا ما تتأخرش ممكن نخلي لونها هنأعتقد اللي سود هيكون انسب خليها دي ما هي باللسود بس ايه اضغط للشراء الخلفية لو انت شايف ان هي مش مناسبة اه ممكن ان انت ايه تعدل الخلفية تختار صورة مثلا نكتب هنا ايه خلفية احمر اه وتخش عند الصور شوف الخلفية دي برضو كويسة ممكن تتكي على يمين وتختار السبدال الخلفية كده التصميم نوعا ما بدأ يظهر كده انت عملت تصميم جميل جدا لو جيت تشوف المعايير الاساسية اللي فيه هتلاقي ان البراند بتاعك موجود اسم المنتج ميزة فيه وكمان العرض بتاعك خصم خمسين في المية وشحن مجاني ممكن نضيفه بقى الكلمة اللي هي لمدة محدودة لها ايه يعني قبل غلاق الاسعار مثلا فانت بادر بالشراء لمدة محدودة نكتب مثلا ايه عرض لمدة محدودة هتلاقي فيه تصميمات جاهزة اللي هي زي limited offer واللي هي الحاجات اللي هي ايه ايه الحاجات لمدة محدودة limited offer خليها هنا كده حتى هنا نكون نضيفه هنا ونخلي دي كده تحت شوية خلاط الماني نكبرها ننزل بديل تحت شوية نكتب هنا ايه سبع تلاف كده احنا عملنا قسم خمسين في المية شحن مجاني دي طبعا انت هتزبطها في تسعير المنتج بتاعك ويبكده المنتج بتاعك خلاص تم عمل تصميم social media ينفع انك تستخدمه في الاعلانات تقدر تعمل بقى اكتر من فكرة واكتر من تصميم بان انت تختار العلامة دي تقوم داخل هنا كاتب ميزة من المميزات اللي هتبدأ تستخدمها في استهدافك فلازم طبعا ان التصميم بتاعك يكون متناسب ومتوافق مع الجمهور المستهدف ومع ال copywriting اللي انت شغال عليه اللي هو المحتوى التسويقي تكون واخد منه ميزة وكاتبة في التصميم ينفعش تاخد كل المميزات بتكتبه انت بس هاي حاجة تلفت بها النظر تمام مرضو ممكن تحط افكار كتير جدا للتصميمات ده كده تصميم بيعرض المنتج بشكل مبدئي تقدر كمان انك تبدع بقى في التفكير انك تضيف مثلا واحد بيكسر ازاز او تسجيب صورة للخلاط وهو محطوط فيه اي حاجة من حاجات الليلة الغريبة هنا الخلاط محطوط فيه فكهة ممكن تحط فيه ازازة فطبعا ده لو عايز تعمل تصميم صورة فقط ولكن انا بنصح اي حد بيشتغل على منتجات زي كده ونشتغل على الفيديوهات بلا جدال وان شاء الله هيكون فيه فيديو قادم هشرح فيه ازاي تعمل فيديو اعلاني ترويجي لاي منتج عندك من المنتجات زي مثلا منتج الخلاط ده على منصة كنفا للفيديوهات ده هيكون في الفترة القادمة ان شاء الله وكده خلست الحلقة بتاعتنا بكل سهولة اتمنى تكونوا استفدتوا ولو عجبك الفيديو منساش انك تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعل زراجات عشان نبصلك كل جديد واشوف الفيديوهات اللي في شاشة النهاية واشوف الوصف بتاع الفيديو ده هتلاقي برضو بعض اللينكات اللي هتفيدك جدا واشوفكم في الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته